موقف بقى طريف النحة التانية في المؤتمر الصحفي بتاع Modern Future ريكاردو فورماسينيو الموديل الفني البرتغالي ليه فريق Modern Future كان قاعد في المؤتمر الصحفي عشان يسمع سئلة الصحفيين وجالوا تليفون جالوا تليفون قال لهم انا عندي تليفون ممكن ارد يا سيدي احنا في مؤتمر صحفي ومتعمل تليفونك سايدلنت ولا حاجة لا انا عايز ارد يا فندم ما يصحش احنا جايين لك ومؤتمر صحفي اجماعة ده جوزي مورينيو جوزي مورينيو بيكلمني بيقول لي مبروك ارد ولا مردش لا يا باش ارد لا يا باش ارد تعال شوف ونرجع نكمل طبعا بالنسبة للمباراة نعم كنا استعدينا للركلات الترجيحية اردت على هذه الجوزي مورينيو بيقول لك اردت على بormalضي أخبرك ينحط لهم استمتعاً لهم انا لست وجود بمراك لهم يجب أن أتفكر نحن نعطي القناة إنه رائع وحسن أعرف هو رواب على أهام ما قدت مورينو لك؟ نحن 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 نتحدث عن الملكم نحن نحن نتحدث عن الماستحق للقائنا مع وكان هناك عبارة عن خمس او ست جلسات او تدريبية لركلات الجزاء. حقك! حقك! ثبتنا في المؤتمر الصحف وترد على الراجل ما فكرش اصلا. طلع التليفون لا جوزي مورينيو. قال لهم جوزي مورينيو ياسبوس ورد الراجل ومش شايف حد. بصراحة انا لو ما كانوا مش هشوف اي حد خالص. مع كامل احترام طبعا لكل الناس اللي عادين. ده انا اصلا بفكر دلوقتي الراجل ما انتقدوش بعد كده حتى لو عامل حقيقة غلط في الكورة يعني. اه اللي هو يعني ده يعني انا لما يكلم لي جوزي مورينيو محدش يتكلم معايا تاني. اه يقولوا يا كريم بايه? انا يكلم لي جوزي مورينيو. واحد من اساطير التدريب في كرة القدم ولسه عايش وسطينا يعني. جوزي مورينيو بيكلموا في المؤتمر الصحفي بعد ماتش بيرومنز بيهني وبيبريكلم. راجل ده احيا فسحب التليفون من جيبه. جوزي مورينيو. وراجل تلع زوه برضو قال للصحفينا عشان يفتكوش لو هو بيرد على اي حد جوزي مورينيو يا جماعة عامل ايه يعني. ياس بص. بص اللقطة. لقطة طريفة جدا يعني. لقطة. لقطة طريفة جدا جدا. هو عموما. هو عموما يعني. انا كده كده زي ما قلت لكم انا غالبا مش هتكلم عن الراجل ده تاني يعني. راجل ده صاحب مودر نفيوتشر. اه صاحب عفونا. مودر نفيوتشر صاحب جوزي مورينيو. فهده هكلمه ازاي بعد كده. ده خلاص بحاجة تكلمه بقى كده. وبقى كده هنسميه صاحب جوزي مورينيو. هنسميه كده على طول يعني. كان طلعت الزريفة برضو النهاردة. حلوة المباريات بصراحة. حلوة السوبر. بدء حلو. المباريات كانوا حلوين وكانوا مسرين جدا. ان شاء الله نشوف فاينال حلوة كمان. يوم الخميسة يبقى فيه تلت ورابع كمان بين برا مدزواء سروميكا كيو باتره.